كل اللي بيعمله ده بيمثل هو مش حقيقي هو مش مش شخص مخلص في عمله هو طبعا كل اللي بيعمله ده عشان مصلحة العمل هو الراجل يعيني ما عملش اي حاجة كل اللي عمله ده انه هو بيتكلم عشان مصلحة العمل او زي موظف اللي الناس بتلقبوا بالموظف العصفورة تخيل ووصل بينا ان النميمة تبقى متفشية لدرجة ان الظاهرة دي عملنا لها مصطلح الى مصطلح الموظف الايه العصفورة اللي بيتطفر على الموظفين ويتجسس عليهم ويتصنط عليهم ويرقبهم عشان ايه عشان يوصل اخبارهم للمدير ما حب التفاصيل اللزوم الايه لزوم الحبكة ولزوم الدراما ولزوم زي ما الناس بتقول كده لزوم الساسبينز نزوم ان المسألة تبقى مصيرة يعني ايود الكلام كده وما فيهوش وجهة نظره ما فيهش شوية حاجات كده ما فيهش تقولات على الناس لا لازم شوية تفسيرات لا بأسة بها ايه اللي حاصل؟ ده كمان مجالس غيبة ونميمة او زي مثلا لما ييجي موظف جديد بقى موظف جديد فبقيت موظفين متوجسين منه انه هيبقى ليه مكانة باعتبار انه هو دم جديد ويبقى هو من الموظفين المقدمين وهم يبقوا من الموظفين الادام الحرس القديم فنحاول ندب نعمل ايه؟ ندبسه في اي حاجة ونحاول ندعبس باي حاجة نوصله الى انه هو شخص مش مناسب او نبحث له عن عيب كده ونبتدي نتجسس بقى على السوشيال ميديا بتاعته نبتدي نسأل الناس اللي كانوا في العمل السابق نجيب اي خبر نحاول بشكلة او باخر نبتدي ننسك حواليه اخبار لو وسيم نقول ده بتاع ستات لو شاطر نقول عليه ده شخص مقصولي ده نعمل شوات حاجات كده هو وكل ده احنا منكلمش بحد احنا كل اللي احنا منكلمه بس منكلم بايه احنا او نجيب له غلطات او نبص في حالاته الشخصية او نعمل اشاع على سمعته بحيث في الاخر خالص زي ما الناس بتقول كده نعمل ايه؟ نكسره قبل ما يفرج جريحاته علينا حسبهن الله ونعم الوكيل وده يرضي الله ورسوله وبعض الموظفين كمان عشان يحافظوا على مصلحتهم من وجهة نظرهم هم يمرسوا الوقيع ما بين الناس يفضل يوقع ما بين الناس ويخلي بيئة العمل بيئة مليئة بالسواد ومليئة بالابتعاد ومليئة بالحفر ومليئة بالمصايد ومليئة بالكلام اللي رايح واللي جاي وروح لحد يقول له فلان علشان عايز منصبك بيعمل كده او عشان يثبت نفسه عليك بيدبرك الحاجة الفلانية او تروح لفلانة تقول لها فلانة عايزة تأذيكي وبتكدلك وكل ده فساد عريض والعياذ بالله هو ده احد الاسياء اللي كان بتسأل عليها الملائكة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وده معارض للحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيودع الصحابة بيقولهم ايه بيقولهم ايه ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في يومكم هذا وبرضو حضرة النبي قال لنا قال لنا حاجة مهمة او نقولهم للناس دي الا اخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الاحبة ايه اللي حاصل الباغون للبراء العيب لذلك من اهم ابواب اللي بتنشط عند المنظفين للنميمة حاجات كتيرة منها المقارنة ان انت تيجي تعمل ايه مقارنة ما بين اتنين ان اتنين يبقوا زي الفل عايز توقع ما بينهم وعايز تخلي فيه نميمة شغالة راحها جاية قارن بينهم كل حد بيدخل للشغل يقارن نفسه بالتاني مع ان كل فرض على فكرة في بيئة العمل ليه دوره وليه مهمته في سيرولة العمل لكن خف بعض الموظفين من ان يتم الاستغناء عنهم او ان حد يكون اكثر كفاء منه فيلفت الانظار او الخوف او فيستغنوا عنه او انهم يستغنوا عنه في الشغل يعني لانه في الحقيقة ما بيقديش اللي هو عنده فيعمل ايه فيعميهم عن ده للأسف بانه هما يبتدي يستغنم النميمة على فكرة وفي ناس في بعض المدرين بيكونوش بيكونوا مستغلين لده يقربوا منهم الناس النممين وتبقى فيه مجالس نميمة انت مش محتاج على فكرة تقرر نفسك بغيرك في الشغل انت محتاج تخرج من كل الديق اللي انت عايشه ده وتخرج اجمل ما فيك وتتعلم من اللي حواليك كل واحد في الشغل كتاب مفتوح ممكن تتعلم منه على فكرة الناس في الشغل ممكن يوفروا عليك ايام وسنين لان هما وهم بيشتغلوا بيعملوا ايه بيعملوا خبرات كبيرة جدا 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 فممكن تعتبر كل اللي حواليك دي الكتب ممكن تتعلم منه لو انت قاصد فعلا تبقى انسان متقدم وانسان متطور في حياتك وده اكثر كفاءة في العمل ده ده مدد من ربنا ده سعة من ربنا فضل من ربنا ربنا حطه في طريقك عشان يوفر عليك عشان تتعلم وتوسع وده مش خصم منك ده دعم وسند ليك ان يبقى فيه واحد في الشغل شاطر ده سند ليك ودعم من الله سبحانه وتعالى ليك احنا محتاجين نعيش في العمل بقيمة مهمة جدا اننا بنيان واحد زي ما حضرت النبي علينا ترجمة نانسي قنقر